ثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الدورات الحادية والأربعين لللجنة التوجهية لرؤساء الدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد عبر الفيديو كونفرنس وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن الاجتماع ينعقد في وقت يمر به العمل الأفريقي المشترك بمرحلة مفصلية وأوضح متحدث رئاسة أن الاجتماع ناقش رؤية النيباد التنموية ودورها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية على الأجندة التنموية الأفريقية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنس الذي نقل تحيات رئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي وخلال اللقاء نقل بيرنس إشادت بايدن بدور مصر المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ الرئيس التركي رجب طايب اردوان اليوم زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها منذ ما يزيد على 11 عاما وأكد الرئيس التركي أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع الرئيس السيسي كما أوضح أردوان أن المباحثات في القاهرة ستناقش مختلف القضايا منها الاقتصادية والتجارية والسياحية والطاقة والدفاع حذرت الأمم المتحدة من اكتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح بجنوب قطاع غزة وقال مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتين جريفث إن العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها وأشهر جريفث إلى افتقار ضمانات السلامة وإمدادات المتاعدات وقدرات الموظفين لاستمرار عمليات الإغاثة في قطاع غزة قصف جاش الاحتلال الإسرائيلي موقعي برعش الفخار ورميا جنوب لبنان يأتي القصف الإسرائيلي عقب يوم من الإعلان عن خطة فرنسية تنص على وقف الأعمال القتالية على جنبي الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة تتراوح بين 10 إلى 12 كم من الحدود والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 بينما أعلن حزب الله أن وقف إسرائيل حربها في غزة هو وحده ما يوقف إطلاق النار في جنوب لبنان أعلنت مصادر يمنية أن قصفاً أمريكي بريطاني استهدف منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أنه نجح في حماية ألفين سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر وقال قائد البحرية الأمريكية مارك ميجاز إن القوات الأمريكية شهدت انخفاضاً في نشاط قوات الحوثي خلال الستين يوماً الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب توجيه شك واستغاثة من شاب يعاني من السمنة المفرطة أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه تم التواصل مع الشاب للعلاج على نفقة الدولة ونقله للمستشفى لمستشفى الديمرداش خلال 24 ساعة حيث باشر الفريق الطبي على الفور إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية لتحديد حالته ووضع خطط علاجية شاملة وبموازاة ذلك قامت مؤسسة حياة كريمة في إطار دولها المجتمعي والإنساني بالتواصل الفوري مع أسرة الشاب ومتابعة حالته وحالة أسرته بعناية شديدة ووجهت جهودها نحو تقديم الدعم والمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر